حسين الشحات حسين الشحات لغاية نص الموسم السنة اللي فاتت كان الأهلي هيعرض عليه التجديد بالفئة التانية مين ال 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 اكبر مسؤولين الأهلي انهم يحطوا حسين الشحات في الفئة الأولى اللي هي 15 وفوق اللعيب نفسه حسين الشحات باجتهاده بإخلاصه وبشغله وانه هو بقى لعيب أساسي في الفئة فخلاص هو جاي بيقعد معاك انت مقدمكش اي حاجة تقولها لانه انت لازم تخلاص في الفئة الأولى بتاعتي ما يقدرش تقوله لأ حسين انت لأ اهو انا نسبة مشاركاتي اهي فاللعيب لازم يبقى زكي ويفهم الشغلانة مشي ازاي دي شغلانة على فكرة شغلانة الصيعة ان انت تفهم الناس اللي فوقيك والناس اللي بتدير بتدير ازاي ايه هي ايه هي فلسفة المرتبات بتاعتهم والعقود بتاعتهم وانا انا المفروض اعمل ليه عشان اخش في القتة دي كل الععيب لازم يحلم ان هو يلعب اكتر فقردي لما يلعب اكتر يبتدي يكسب فلوس اكتر يبتدي كذا هي دي كرة هي دي كرة معايير على اساس اللي انت بتديني ايه انا هتديك ايه وتبقى الموضوع العلاقة صحية وواضحة وما فيهاش تنظير ما فيهاش تنظير يعني ما فيهاش اللي طبش معنى فلان خات كذا لا يا حبيبي فلان بياخد كذا عشان فلان دا السنة اللي فاتت لقيب كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا هو وده كلام فير 100% يعني كلام عدل هو العدل كده ما فيهاش ايه ما فيهاش كلام فالفشة مهم ومبروك لأفشة وتواجده مهم جدا في الاهلي في الحتة اللي هو وهو زكاء وان هو خلاص فيهم ان هو اللي قدموا الفطر اللي فاتت خلاص هياخد ايه الحتة دي وانا بقى ايه وشطرتي انا عندي 27 سنة ممكن السنتين اللي جايين اكبر الاقلي ان هو يدخلني في فقاة الاولى ترجع لمين للعيد نفسه طيب